إحدى قرى ريف دمشق كانت شاهداً حياً على جرائم البعض ممن امتهنوا الغشة ليطعم المواطنين طعاماً غير صحي طريقة إعداد تلك الأجبان تتم بطريقة لا تتوافق مع شروط النظافة والصحة الأمر الذي قد يسبب للمواطنين حالة تسمم جريمة أصحاب المعامل هذه لا تغتفر فالبضاعة هذه تباع للناس في الأسواق على أنها مفيدة إلا أن تلك البضائع ليست سوى مرتع للجراثيم والبكتيريا مضرة للصحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ضبطت هذه المعامل الموجودة في قرية خربة الورد في منطقة نجهة تم القيام بجولة مشتركة بين حماية المستهلك مدرية حماية المستهلك للوزارة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مع الوحدة الإدارية ورئيس بلدية البويضة في منطقة خربة الورد وبناء المعلومات الوالدة تم ضبط أحد المعامل الألبان الذي يقوم بعملية الغش والتدليس في صناعة الأجبان والألبان تم مشاهدة أدوات الغش والمنتجات طبعاً بتبين أن هذه المعامل غير مرخصة ولا تحوي أدنى حدود السلامة الغزائية للمواطنين قمنا بجولة صباحية مع مركز شرطة الحسينية لإطلاع الواقع الخدمي في منطقة قطة عملنا لوحز وجود عدة معامل تقوم بصناعة الألبان والأجبان بشكل مخالف للمواصفات القياسية والصحية فتم الاتصال بسيد المحافظ بشكل فوري تجاوب معنا وقام بالإعاز لمديرة التومين مشكورة جداً وتسيير دوريات من الصحة والتومين والبلدية وتم ختم وتشميع جميع المعامل الموجودة حالياً من ضمن نطاق العمل والوحظة أثناء وجود الصحة عما وجد مخالف للمواصفات وأثناء البحث وجدت قطع من السيراميك موجودة في ذات البراميل والأحواض التي كانت توضع فيها قطع الجبنة أشخاص بات همهم الوحيد كسب المال على حساب حياة المواطنين الأبرياء فالربح أمر مبدئي بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون ملأ جيوبهم دون أي رفة عين ترجمة نانسي قنقر